رياح جنوبية شرقية أجواء شديدة البرودة ليلاً واحتمال لوجود السقيع في بعض المناطق وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل اعزائنا متابعين تقص العرب أصعد الله مساء لكم من المتوقع بمشيئة الله أن تنخف الدرجات الحرارة الليلية كما نشاهد هنا من خراء الدرجات الحرارة من المتوقع أن تكون الأجواء باردة في معظم المناطق وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية العالية ومن المتوقع أن يتشكل السقيع في بعض المناطق وبخاصة المناطق البادية والسهول الشرقية أما نهاراً في يوم الخميس متوقع أن تبقى الأجواء باردة بمشيئة الله في معظم مناطق المملكة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة أما في ساعات الليل من يوم الخميس أيضاً تنخف الدرجات الحرارة كما نشاهد لتكون الأجواء باردة أيضاً بشكل لافت وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية ولكن مع ليلة يوم الغد بمشيئة الله من المتوقع أن يكون هناك فرص لهطول زخات من الأمطار في المناطق وأقصى مناطق الشمالية من المملكة في ساعات الليل أيضاً مع تجدد لفرصة لتشكل السقيع في بعض المناطق وأيضاً هناك فرصة لزخات من الأمطار على المناطق الشرقية بمشيئة الله في ساعات المساء من يوم الخميس وساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة أما فيما يخص العاصمة عمان ودرجة الحرارة هذه الليلة الأجواء باردة جداً درجة الحرارة تصل إلى 3 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 15 كم في الساعة في ثلاثة أيام القادمة متوقع في العاصمة عمان أن تكون الأجواء ما بين 11 إلى 10 درجات مئوية في ساعات النهار ومن 3 درجات إلى 5 درجات مئوية في ساعات الليل الأجواء باردة بشكل لافت كما ذكرنا سابقاً وفي مناطق المملكة نبدأها شمالاً من إربد 14 إلى 6 درجات مئوية في المفرد من 12 إلى 3 درجات في جرش من 14 إلى 4 درجات وفي عجلون من 13 إلى 4 درجات مئوية في ساعات الليل في العاصمة عمان من 11 إلى 3 درجات في الزرقاء من 14 إلى 4 درجات في البلقاء من 11 إلى 4 درجات في مادبة من 10 إلى 3 درجات وفي البحر الميت من 18 إلى 13 درجة مئوية في ساعات المساء في الكرك من 11 إلى 3 درجات في الطفيلة من 9 إلى درجتين في جبال الشراه من 8 درجات إلى 0 مئوي في ساعات الليل وفي معان كذلك الأمر من 11 إلى 0 مئوي وفي العقبة من 21 إلى 11 درجة مئوية في ساعات الليل في المناطق الشرقية من 12 إلى درجة واحدة في الويشد والصفاوي وفي الأزرق من 14 إلى 3 درجات مئوية بمشيئة الله كانت هذه أورز المعلومات الوالدة لدينا هنا في مركز تقص العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري